موسيقى أستعد الله مساءكم بكل خير متابعين ومتابعين تقص العرب في السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من تقص العرب المحاول الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الاستقرار في بداية هذا الأسبوع لكن اعتبارا من النصف الثاني من هذا الأسبوع تحديدا يوم الأربعاء يتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية بمنخفض جوي جديد يترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة ستعمل على حدوث موجة برد شديدة نهاية الأسبوع في مناطق واسعة من المملكة سوى الأقوى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار كميات من غيوم العالية فوقها المنطقة الشمالية عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية مرافقة لهذا المنخفض الجوي المتمركز فوق شرق البحل أبيض المتوسط باقي مناطق المملكة شهدت أجواء صافية بشكل عام نستعرض الآن هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للكتلة هوائية الباردة وأيضا موجة الغبار المتوقعة تتشكل نهاية الأسبوع يوم الأربعاء تتأثر من منطقة الشمالية بمنخفض جوي هو امتداد لمنخفض جوية مركز بشكل رئيسي هنا في منطقة بلاد الشام لكن يترفق مع كتلة هوائية شديدة البلودة قطبية المنشأ تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير يوم الأربعاء بإذن الله في المنطقة الشمالية ثم لاحقا خلال يوم الخميس تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة جنوبا باتجاه المنطقة الوسطى والشرقية أثناء حركتها نحو المنطقة الوسطى والشرقية استعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على حدوث موجة الغبارية وبالتالي تدني كبير في مدر الوفقية تشمل العاصمة الرياض يوم الخميس ننتقل الآن وإياكم لخراء التوزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة حيث تتأثر المنطقة الشمالية بكتلة هوائية باردة نتجة منخفض جو تتأثر بمنطقة بلاد الشام بالمقابل كتلة هوائية دافئة تتمركز في القطاع الجنوب من شبل جزيرة العربية بالنسبة للعاصمة الرياض يتوقع أن تكون درجة الحرارة نوعا ما دافئة خلال يوم الاثنين بإذن الله تنخفض يوم الثلاثة بسبب هبوب لرياح شمالية غربية تعمل على خفض درجات الحرارة نوعا ما لكن تعود للارتفاع مجددا يوم الأربعاء مع اقتراب لمنخفض جوية وكتلة هوائية شديدة البرودة في المنطقة الشمالية على أن تنخفض بشكل حاد وكبير نهاية الأسبوع في العاصمة الرياض وعموم المنطقة البسطة والشرقية نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقصى لمنصى في 13 درجة نيائية المنموسة 13 رطوبة 70% والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين تقص مستقر 25 إلى 12 يوم الثلاثاء تنخفض 21 إلى 12 لتعود وترتفع مجددا يوم الأربعاء 26 إلى 13 مع اقتربة مطارة ورياح نشطة إلى هنا تنتين شرطنا للقاء ترجمة نانسي قنقر